السلام عليكم ومن ثلاثة وبركاته محبب بكم سيسيات مطبخة ومنيدر ومحبب بكم فيديو جديد هو تتمى الفيديو المشتريات فكنت خليت لكم انكم ماشي بغيتون نزلكم فيديو تقضية المرجان وبزاف منكم في التعليق جاوبتوني انكم بغيتو فان شاء الله في هذا الفيديو سنشوفوا تقضية المرجان ولكن قبل منو بغيت نشكركم بزاف 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 يعني بغى نشكركم على التعليق ومنزوين بزاف اللي خليتوا ليه في الفيديو السابق على المشتريات اللي اتشركت معكم والذوق اللي اعجبكم انا فعلا فرحانة بزاف وتعليقكم كلها قريتها يعني بزاف منكم مجاوبتون صراحة الظروف ما كان نلقاش الوقت بزاف انا غالبا هذه الفيديوهات ما كان نزلوش تقضية في القناة ولكن بزاف منكم طلبوني كل مرة كالقراء سائل بهذا الطلب فقررت هذا المرة نزلكم وشارك معكم الله يلعجبتكم فكرة وطبعا تكونوا استفتتوا من الاشياء اللي انا كانت قضى اولا من هذا الفيديو كانت في استفادة ان شاء الله مرة اخرى نعلم نزلكم فيديوهات على هذا الشكل فغادي نخليكم دابات شوفوا تقضية المرجان غادي تكتشفوا معي الاشياء اللي كانت تقضى تعرفوا ايضا المدة باش كانت تقضى فانا ما كانت تقضى على شهر اول سيمانة اول 15 يوم فغادي تشوفوا معي المدة اللي كانت تقضى يعني هكذا تقضية كبيرة في مرجان الأشياء اللي كانت تستعمل يعني دائما ولي كانت تجيبها دائما تكون عندي في الدر او اللي موعتمدة عندي يعني ضروري هذك الأشياء تكون عندي في الدر وايضا طريقة ترسيب جليد لها التقضية كيفاش نرطبها كيفاش نحتفظ وهنا اللي بغيت نقول لكم انها التقضية كلها مهمة فيها اشهر فقط بغيت نشارك معكم لانه بثب 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 منكم تطلبوني هذة النوع من هذه الفيديوهات فهذا المرة قلت على ليش لكن تتقضية قلت على ليش لانصورها فا قد نخليكم باش منزلت نطول عليكم بثب بثب مع الفيديو وفرجة ممتعة اشهر ذا اشترك التقضية اضغطه الخضر نحن نتقضية قبل متنمشي نحن نتقضية جليد نجد تلاجة مسوحة و مقادة بشكومسة كي سهل لي أن نرتصب في هذه الأشياء بالنسبة للتلاجة فأنا كن مسح فقط الخل فلا نستعمل لأخذين لأنه يكون فيهم مواد كيميائية والتلاجة نوضع فيها أشياء التي ناكلها فأنا نستعمل الخل وأنا نستعمل الخل الأبيض مع أوراق المطبخ كن مسح تلاجة جيدة و كن أخويها إذا كانت شيئا تحيد و كن أخذها فأنا نبدأ أول شيء بل الأشياء التي تدخلت للتلاجة كل ما قبل أن نتقلتها أو أن ندوز هذه التلاجة فأنا نزل الأشياء التي تدخلت للتلاجة فيها بشكل موحدة لكن لا أعطي لدي وقت لأخذها لتدخلتها كن أصبق الأشياء لتكون معجولة لتلاجة فأنا نردها و نجعل الأشياء الأخرى مطرفة على الجنب و نقضي فأنا نأخذ الأشياء و نأخذ الجنب و نأخذ هذه النوع زبدة و نأخذها بطان السوريوم و نأخذها نقص و يجب أن نأخذ معجول ثلاثة في كل ساشي ارتدي بشكل ايضا اختاري الموزاري داخل الموزاري اختاري الموم اختاري المدخان لحم مدخان فوماج الحمر سوف نشرح لكم من بعد طريقة تقضية هذا هو انواع الفخومج هذا هو مطاق الباستو وهذا مطاق الحار هذا هو مطاق البلاسة التي يبيعون فيها الفخومج هذا هو موزاريلا ان نستمع في مطاق الباستو هذا هو مطاق الباستو ممتاز جيدة هذه الفخومج هذا هو مطاق الكبرى فقط اشارك معكم كيف تقضية لنسبة قضيتي في أسبق الكبرى فتكون مدى في شهرين لا تقضي كل شهر او 15 يوم لان انا كنت استعمل هذا الشيء يعني ان اصل الى اخر حاجة تقريبا يعني كنت بقليت شهرين يعني مثلا الفخوماج وليلة تقضى طبعا الفخوماج اللي كنت استعمله يوميا كنت ناخده من الحانة عادي يعني لماذا؟ لان انا كنت امشي المرجان على واحد الحاجة مثلا على فخوماج او لا على حليب كنت اصدق مع مرادك الشر فخماجركم اعرفين كمانين قد يتكونوا بحالي فكان امشي المرجان على شهرين كان دي تقضية كبيرة دي كل شيء اللي يخصني يعني كيف يبقى هذك شيء نستعمل في هذك الدموة يعني لاتصالت شيء ما ليس مهمة فما كنت اهمني يعني ما نعودش نشريها الحاجة اللي ضروريه يعني كان نعودن نشريها غيم الحانوس حتى ندوز واحد دموة ادمي يعني على حساب وعاد نعودن نتقضى فعلا أسواق الكبرى يدخلوا لها فيما يدخلوا هز 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 يعني ما يدخلوا مع البال حتى يصلوا على اللايكه و سأصداموا لذا جاءت بأنني سأذهب لهم كل مرة سأجدنا الحوجة لطلاجة و دخلتم بستشافة فأنا قمت بإخدام هذه العلب لقد أردتم في الفيديو في مرحلة لحظة بحر أدخلت فهدو لقيتهم علب ديال الزاج اللي يدينين 15 درهم او لا 15.96 درهم يعني بحلقة ثمن ديالهم صراحة زيونين كما كتشوفون علب ديال الزاج لابقت لكم شي حاجة كتديرهم فيها فانا اعجبوني يعني يصلاحوا هكذا اللاجة خصوصا ما كتبقى لنا شي حاجة قليلة فكينفعوا ان انا نستعملوهم هنا الدقيق اللي كانت استعمال و بزد منكم كتتسولوني على نوع الدقيق فانا كنستعمل ميمونة يعني لف الفورس و لف الفينو و لف سميت كل شي نستعمل ميمونة فكينفعوا فكينفعوا ميمونة فكينفعوا كما قلت لكم نعودها مماشي اشهار هدو اللي بروديو ديال الغسيل طبعا كل واحد باش كي يغسل او لموال او باش معتمد كي يغسل انا بنسبة جافل فانا كنستعمل اطشي هاد المرة ملقيتوش فهد شي يعني اطشي تنظيف كل واحد فين كي يتاح او لا كي يلقى يعني كي يحس ان هذه الحاجة تنقي لي اكثر هذا الصابون فكنستعمل هاد الصابون العادي مرسيس الوليدات وايضا الصابون العادي الخل فكنناخد هاد بجوجيا الخل الابيض اللي كنستعمل بزافها في المسيح لا بغيت نرقد شي حاجة والخل اللي بالحامض اللي كنستعمل في السلاطات هاد البرودوية ديال الحديدان باش كنحده الحوائش فانا مولفا كناخد واحد البخدوية من واحد المحالي كناخد فيها تنظيف الزاج و البخدوية اخرى تنظيف ان شاء الله مرة اخرى نشاركهم معكم فهد المرة بني مشيت المرجان لقيت هذه البخدوية فكي يعطي هومي يعني كي يدير ريحة في الحوائش وايضا كي نقيها من الكالك عندي هنا مركز طماطم كناخد قريعة صغيرة لانه ممكن استعمله قريعة صغيرة لانه قريعة الكبيرة كناخد هنا كناخد اللوبيا الحمراء كناخد هاد الكونفليكس لوليدات ما كناخدوه دائما يعني مرة مرة انه انا بني كناخدو صراحة وليدات جميع كناخدوه يعني كناخدوه كناخدوه مرة مرة كناخدوه انا سأخذوه كناخدوه 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 ماركات اللي أستعمل هميات الجوج بانزاني وهذا الجوج ماركات اللي يعجبوني يعني ماركات اللي ما جربت مهم هدو وليس انني كناخدوه ونكي يعجبوني بزاف انواع دائما ناخدوه سباكيتي ايضا الكانيروني اللازاني يعني انواع دائما الوليدات اللي يبغيوه يكون فيهم اشكال مثلا حروف او هكذا اشكال طموبيلات حيوانات كناخدوه هنا سكارب وهذا لازاند كما كنت لكم هاد الماركات ثم اللي ناخدوه بنزاني ومونتوريغال كناخدوه ايضا الطون فاعدة تقديمه تكون عندك في الضرف كتساعدك انك يعني كتنوط كتشغلك ماشي كتبغي تتوجي حاجة ما كتلقاهش في الضرف فمالافضل كتكون هكا موجود هم من قبل ناخدوه هذا الروز البيض انا الروز الاخر كناخدوه يعني من ضرب غلف عندي اشياء اللي ناخدوه من ضرب غلف عندي السيد اللي كامشين ما كنتم تقديمه فكنناخدوه اشياء اللي كيكون يعني نقصة في تعمل لسوس طومات الخميرة ديال الحلوة كناخد هاد النوع ديال مايس كما كنتشوفه 100 أجام فهذه الماركة اللي كنت تتعمل زوينة بزافلة في المعضاق دياله كما كنتشوفه 100 أجام ايضا هادو سكار فانيلا هذه نشا فانشا غالبا ناخدها يعني حتى كتسالة ليه فهذا ما بقيتش عندي ما زالا كريم باتيسي ما بقيتش عندي ما بقيتش عندي ما بقيتش عندي ما بقيتش عندي كوردو بالمي هادي الزيت فانستعمل هاد النوع يعني وكان استعملوا مدة سنين فما كان بدلوش مهم الحاجة اللي كانوا ممكن نغلقها ما كان عادش نبدله هذا طون لوكوس سنحضر لكم بواحد الوصف جرائع جدا ممري ما تشاركش معكم فيديو كنت درجة نزلتها ممكن في الموقع او فقط على الصفحة سنشاركها معكم هادو سلسلة حارة هادو العذيس معلم هادو 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 مزروبة نديش حد على غفلة لقيتها هادو 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 الملحين الذي يجبون تأخذهم الولادات نسحن هادو أولا هادو هادو النشار و نأخذ هادو القريعة التوابل هادو هادو البصل بودرة هادو نعلم هادو 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 بغيت تسهل عليك الكثير من أنك تريد أن تتبع شيئا بسرعة لكي لا تحكي لكي تستملك بسرعة فهنا لا يوجد شيئا كامية فأخذتهم لقد أخذتهم على حسب إذا كانوا تلوا أو لا فهنا لا يوجد شيئا كامية لقد أخذتهم لأنه كنت أعود لكم أنني لم أكن أتخذ دائما هذا هو أنواع الخاصة نأخذهم من مرجان أو كافو لأنه لم أجدهم شيئا لدي الخضار العادي هناك من أجد المصار لقد أخذها الناس لقد أستخدم سهم لقد أخذ الشعب التي يَجِبتها في الناس لكن أن تتبع للناس لقد أخذتها لقد أخذتها لقد أخذتها نأخذتها لقد أخذتها لقد قمت بار الإسلوب و هذه النوعات التي تبس في فرنسية على مقاردون و تكون صغيرة فقد جيدة و احضرها و احضرها في جناد و انا اتجاه شاركت معكم بصوب بها و سوف نشارك معكم وصفات فقد عجبني بزاف و لا تكون طول العام مرة مرة اتبان هذا البندومي و انا احضرها و اتحاين انت اتبع الفورصة لكم بميونة لما اشتو هنا و انا اخذها 5 كيلو بشكي و انا اخذها الملح و انا اخذها الملح و انا اخذها الملح او الى هذه او الناس الذين يدعون رجيم او يقصون من الملح فهذه نقصة و غنية بالبوتاسيوم و بالمانيزيوم صراحة يبقى ثمنها قليلا ولكن اصبح صحية اكثر و انا لم اراجبتها هذا المرة و انا اتجاه باقي عندي و هنا هذا هو بلاستيك 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 فشريتهم من مدة هذه وصراحة صدقوه رائع جدا أشغال نقول لكم واحد كتر من سبع سنين صراحة صدقوه مزيني بزاف بعد ان نعمر جدا تخلط يمكن ان نصدقاء جدا نصدقاء جدا سوف نهاله ثم تطلب القرعة نعمرها مرة أخرى هو قديم القرع وارغة لي ونسبة له القرعة طويلة سوف نستخدم القرائب سوف نستخدم القرائب لديهم أحجام صغار ومسطين وهذه هي الحيوانات التي نستخدمها سوف نستخدمها سوف نستخدم القرائب نستخدم القرائب ومسطين كمية من قرائب نستخدم قرائب نستخدم القرائب سوف نبقا نستخدم القرائب نستخدم القرائب أثم أثم هنا اعتي ايضا نضيف العلب الصغار نضيف العلب الصغير 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 نضيف بعض الصغير نضيف القليل من الإبقاء و نسخ القليل من الخلف لن يكون المميزة و لا يكون المميزة نضيف و ناوم بأمي الأشياء كما أرى نحن نحن أن نفذ الأشياء التي نأخذها مثلا خميرة نجمعها في أولئب كبيرة على هذا الشكل نجعل في البلاكاغ علبة من الخميرة يعني الاشياء التي انا اخذها مثلا هذا ايضا التوم بودرة والبصل بودرة والبعض الثوابيل لكن سبقي عندي في القرية قدام فنحتفظ بهذا الجداد هذه الاشياء التي انا حطها قدامي اني استعملها وبقى من هذا الشيء فنجمعها في هذا البط وعندي بلاكاغ بلاكاغ تحت البطاجي حتى الوقت اللي يتسلع بالنسبة الاشياء التي استعملتها مثلا المايس الطون الخميرة فعندي بلاكارت محطوط قدامي وهكذا يبقى هذا الشيء من الضم وفي نفس الوقت وعن نعمره مرة اخرى العلب دينا وفي نهاية الفيديو اللي شكت فيها معكم بعض المشتريات الاخيرة ايضا تقضيتي من مرجان واللي كنتمنى اني تكون في بعض الاشياء ايضا استفتوا من طريقة التنظيم فهد القراءة كما تشوفوا فانا كنا نوضعهم في هد البلاكاغ هد البلاكاغ اللي انا سوبته يعني كي جعلات شكل فكي نضم بزاف وايضا فكي سهل عليكم انكم تجدوا اي حاجة انه قراءات كي بان فيهم اشنو اكي يعني ماشي واحدة مرة واحدة فكوش يقدمكم كي سهل بزاف انكم يعني تكونوا كالطيبوا في كوزينة ديكم انكم تجبدوا الحاجة وتخدموا بها فانتمنى هاد الافكار تعجبكم وهاد الفيديو يعجبكم وما تبخلوش عاليا لك انا عجبكم هاد النوع الفيديوهات يعني هكا اشنو تنتقدى اشنو كنستعمل الاشياء اللي كي يعجبني انا نستعملها او لان نخدمها في المطبخ ديالي نشاركها معكم وما تنسوش تخليولي لايك تعليق واشتراك في القناة وايضا مزيد مواصفة تضروا الموقع الى ودو الفيديو وفي بوان كوزين اوميندال وما تنسوش انضموا تفحتي على الفيسبوك اللي هيشيواش اوميندال سواء بالعربية ولا الفرنسية ومرحبه بكم دائما بصحة وراحة